يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى معاكم إيمان مختار ودايما بكون معاكم كل يوم اتنين الساعة 7 بنتكلم في موضوعات كتيرة جدا بنتكلم في موضوعات بتهم حياتنا الكلام فيها عمره ما بيخلص بنبقى دايما محتاجين نتكلم فيها باستمرار وباستمرار طول وقت حياتنا هي البطولة في حياتنا عشان كده دايما بنقول لكل صاحب وجع أو مشكلة دايما بقول لكل الست بقابلها وبتحكي لي مشكلتها والله أول جملة بتطلع من بقى بقولها أنت مش لوحدك إحنا كلنا عدينا بنفس الوجع ده إحنا مرينا بنفسي أنا مريت أنا لو بتكلم عن نفسي أنا مريت بنفس اللي أنت حس بيه وحصل كذا وكذا وكذا فبيبقى لقصادك أول ما بيحس أن أنت اتوجعت زيه حسيت بنفس الألم مريت بنفس المرحلة بيتطمن قلبه بيهدى قلبه بيتطمن وبيهدى لأن بتحس ساعتها الست دي أو البنت دي أن أنا بطبطب عليها بس حقيقي مش كلامه خلاص النهار دا هنتكلم معيكو عن موضوع بيهم ستات كتيرة جدا فئة كبيرة جدا في حياتنا عايشة في معاناة يومية ما بتنتهيش عندها أعباء كتيرة جدا نفسية ومادية واجتماعية وممكن ما يكونش ليها أي زنب في أي حاجة غير إن هي اتجاوزت زي أي ست لكن جاوزتها للأسف مكحتش واتطلقت ومن هنا بتبدأ حياة جديدة بس الحياة الجديدة دي مسهلة خالص خاصة ونحط خطة أحمر وخطة أحمر خاصة ما بعد الطلاق لو الست عندها أولاد ستة دي بتدخل في دوامة دوامة من الأسئلة قبل دوامة الحياة يا ترى يا ترى يا هلتر هعرف أواجه الحياة الوحدي طب الناس هتقول علي إيه طب ولادي هعمل معهم إيه هقدر أشيل ولادي الوحدي طب هقدر لو هو أثر في مصارفهم هشيل أنا المصارف دي طب أنا هقدر طب الأول كنت بيوجعوا قلبي بس لما بيجي بالليل بيشخط فيهم الشخطة بيتلموا طب هل لما أنا أبا أب و أم عيالي مش هينحرفوا طب أنا هبقى سبب في تربية كوية سبعة دي كده ولا في انحراف ولادي ويجوا يلوموا علي ويقولوا أنت السبب أنت السبب أنت اللي سبتي أبونا معاناة كبيرة أوي نفسية عمر ما حد هيحس بيها غير اللي مر بيها طيب هل أنا هقدر أتحمل مسؤولية البيت والولاد والشغل وكل حاجة الوحدي والسؤال بقى اللي بيوجع أكتر أي ست أي ست بتعيش على المشاعر والحب أي ست حبيبة أي ست بتحب تحب وتتحب وتبقى حبة بيتها دي يبقى مملكة كده من الحب والمشاعر تعارفين السؤال الصعب إيه كمان هو أنا هعرف أحب تاني هو أنا هتحب تاني زي ما تحبيت كده طيب هو أنا هتجوز تاني ولا الناس أهلي وأهل ولادي وطليقي يقولك إيه ما أنت تتعوذي تربي العيال وانت بقى من شعيب عليكي تدخلي رجل غريب على بناتك وشعيب عليكي تتجوزي وتسيبي ولادك الله هو أنا اللي المفروض حياتي كلها تقف تقف تقفل علي بجنزير وإفال وسلاسل عشان اتطلقت هو أنا زنبي إن أنا ممكن أكون اتنزلت عن بيت أنا مش حاسة بيه أو فيه بالراحة هو أنا زنبي لو أنا حسيت بعدم تقدير وإهانة من الراجل اللي أنا اتجوزته ده وقررت إن أنا أخرج بره بره حياته عشان أرجع لتقدير نفسي تاني وحياتي وكياني هو ده زنبي أنا بتحاسب عليه أي إن كان المشاكل اللي بتحصل جوه الطلاق من خيانة لبخل عاطفي لبخل مدي لإهانة من أهل الزوج من 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 كل الأسباب اللي بتخلي الست تاخد القرار وتتطلق أنا عايز أقول لكم على حاجة إن ما فيه الست على وجه الكوكب وعلى وجه الكون كله بتاخد قرار الطلاق فجأة استحالة هتولي ست ما عادتش تفكر فيه مرة ومليون وتلاتة مليون وعشرة مليون هتولي ست خدت قرار الطلاق غير وهي بتتقطع وبتتعذب وبتعيط وشي لهم الدنيا كلها بس مش قادرة تكمل مع الراجل ده الست لما بتاخد القرار بيكون خدته بعد سنين وسنين من التفكير أنا بقول لك أنا ست وأنا عارفة طيب أنا بقى لازم أنا تعاقب عشان أنا قررت إن أنا أنفصل ليه العقاب دايما بيبقى الستت مش للراجل طيب إحنا النهاردة مش هنتكلم عن الراجل صدقوني إحنا النهاردة هنتكلم معاكي أنت معاكي ومع معاناتك والحملة التقيلة اللي أنت شايلان عشان أنا حاسة بيكي وعارفة الحمل ده شكله إيه وعارفة أنت بتمر بإيه النهاردة هيكون معانا الدكتور أحمد هارون هيقول لنا إيه قصة السبعية سبعية الدكتور أحمد هارون سبع حاجات هنقولها النهاردة سبع حاجات اعتبريها روشتة اعتبريها خطوات للتعافي اعتبريها حيل نفسية أنت بتمر بيها عشان توصلي أن أنت توفي على رجلك وتبقي تمام نفسيا مش مديا الحياة مش مدة يعني أن أنت توفي على رجلك تعرفي تختاري بعد كده وتعرفي ما تكرريش أغلاطاتك تاني وتعرفي تعيشي في المجتمع وانت مبسوطة يا جماعة الصحة النفسية أهم من اليوم مرة من الفلوس الصحة النفسية أهم من اليوم مرة من حماتي تقول عليا إيه ولا طاليقي يقول عليا إيه الصحة النفسية بالدنيا كلها بقعدة النهاردة مع واحدة صاحبتي أو مع أختي بعد ساعة بلاي الله يرحمها الصحة النفسية الزعل بيجيب جلطات الزعل بيجيب اكتئاب الاكتئاب بيوصل للانتحار كل الدغوة دي النهاردة ركزي معايا كويس قوي هخليك تخرجي من الأعباء دي والدغوة دي وانت مرتاحة